لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لجنة الخدمات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية إضافة إلى اللجان الفرعية وقد تم انتخاب الأعضاء أحمد إبراهيم بهزاد أحمد مهدي الحداد عبد الوهاب عبد المحزن المنصور والدكتور محمد علي الخزاعي لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وبعد أن اتضحت صورة تشكيل اللجان الشورية من المقرر أن يبدأ المجلس بعد ذلك مباشرة ممارسة دوره التشريعي وفقا لدستوري مملكة البحرين يذكر أن الموازنة العامة للدولة لسنتين الماليتين 2017-2018 ستكون على رأس أولويات البرلمان بورفتيه النواب والشورى خلال دور الإنعقاد الحالي التشريع اشتركوا في القناة